موسيقى ازايك يا جماعة واهلا بيكو في فيديو جديد هل حد يعتقد ان ممكن جودة الخط الارضي تتحسن باختلاف نوع الراوتر؟ يعني انا مثلا لو عندي راوتر VDSL وبيتحمل السرعات العالية والسرعة عندي اقصى حاجة الخط يشيرها 20 ميجا هل بقى لو غيرت الراوتر جيبت راوتر من شركة اخرى الخط الارضي ممكن يشير سرعة اكبر من كده؟ طب هل بنج ممكن يختلف باختلاف نوع الراوتر؟ يعني انا مثلا برضو لو اجبت راوترين وراوترين VDSL والاثنين جربتهم على نفس الخط هل ممكن يبقى فيه اختلاف بين الراوتر الاولاني والراوتر التاني في البنج؟ لايك وسبسكرايب بقى ويلا نشوف هنعمل الفيديو النهاردة علشان نقارم بين راوترين ونشوف هل فعلا الحاجات تتأثر باختلاف الراوترات ولا لا؟ هنعمل المقارنة النهاردة بين راوترين مهمين جدا والراوترين بيدعموا VDSL يعني اول راوتر معنا هو راوتر هاوي HG630 اللي هو بتاع شركة وي والتاني راوتر معنا هو راوتر تيبي لينك VR300 انا مسكوا كده ليه مش عارف بس هو ده تيبي لينك VR300 عملنا عنه ريفيو قبل كده هسيب لكم اللينك بتاعه في التسكريبشن تحت الفيديو الراوترين يعتبروا نفس المواصفات في كل حاجة باستثناء ان تيبي لينك VR300 بيدعم تردد 5 جيجي هرتز على الواي فاي ولكن التجربة لن نحن نجرب فيها الواي فاي اصلا كل ما نحن نعمله ان نحن نشوف جودة الخط الأرضي وقريات الراوتر كام في كل راوتر من الراوترين دول وهنشوف البنج كام برضه على كل راوتر من الراوترين دول الراوترين دول هركبهم على نفس الخط هنركب الراوتر الـ HG630 الاول وبعد كده هركب الراوتر الـ VR300 على نفس الخط علشان نشوف هل هيبقى فيه فرق بينهم ولا لا وانا بصراحة مش لسه هركب انا خلاص ركبت الراوترين دول وجربتهم وصورت كمان اللي حصل ويلا بنا بقى نروح نشوف المقارنة وارجع لكو تاني طيب يا جماعة دلوقتي انا ركبت الراوتر الهواوي الـ HG630 بتاع شركة وي هخش كده علشان هشوف السرعة اللي الخط يقدر يستحملها قد ايه والسرعة اللي الخط شايلها قد ايه فزي ما انتو كده شايفين ان الخط عندي يقدر يستحمل سرعة لحد 27 ميجر وانا قصدت اعمل التجربة ديت على خط مش قوي قوي علشان نقدر نشوف هل فعلا هنلاحظ فرق ولا لقى بين الراوترين لان الخطوط القوية اللي بتشيل اكتر من 100 ميجر اعتقد ان احنا مش هنبقى محتاجين الفرق ده فيها طيب الـ Upload اقصى Upload الخط ده يقدر يتحمله هو 3471 كيلو يعني 3 ميجر ونص تقريباً لو جينا بقى كده نشوف السرعة اللي الشركة مد يهالي دلوقتي يعني لها 2332 يعني تقريباً 23 ميجر ومد يعني Upload 2559 يعني الشركة مد يعني Upload 2 ميجر ونص تقريباً طيب احنا كده عرفنا دلوقتي السرعة على الراوتر ده طيب عايزين نشوف البنج طبعاً مش هينفع نفتح لعبة ونقعد ندست في البنج علشان ما نطولش وقت الفيديو وعلشان البنج ممكن ما يبقاش دقيق قوي في اللعبة فاحنا دلوقتي هنعمل بنج عن طريق CMD نفتح كده CMD بتاعنا ونيجي هنا نكتب بنج ونشوف سيرفر من السيرفرات السابتة والمستقرة زي مثلاً سيرفرات جوجل أو DNS بتاع جوجل فاحنا دلوقتي هنعمل بنج على DNS بتاع جوجل اللي هو أربعة تمانيات ونشوف البنج هيبقى معنا كام وزي ما انتم شايفين البنج اللي هو بيبقى بعد كلمة time انا شايف كده دلوقتي ان البنج معايا سابت تقريباً على 61 على سيرفر DNS بتاع جوجل دلوقتي انا سيبت شوية كده زي ما انتم شايفين البنج عندي بيتراوح بين ال60 وال61 ما بيعلاش ولا بيوصل ال ال68 ولا بيقل عن ال60 طيب تعالوا بقى اروح اركب الراوتر التاني وارجعلكو كمان شوية طيب يا جماعة انا دلوقتي ركبت الراوتر التيبي لينك الVR 300 على نفس الخط وكمان يعني الموضوع ما خدش مني ثلاث دقايق اهوت لو بصيته على الساعة تحت هتلاقوا مفيش فرق بين التوقيت اللي كنا بنتستفيه على الراوتر الهواوي والراوتر التيبي لينك علشان ما حدش ييجي يقول لي فرق التوقيت ده ممكن يأثر على البنج او السرعة لان ممكن يكون البنج مثلا مش ثابت على مدار اليوم في الشركة فعلشان كده احنا بنجرب الراوترين في نفس التوقيت طيب اول حاجة دلوقتي عايزين نشوفها ان احنا نخش نشوف السرعة اللي الراوتر ده يتحملها كام ميجا فنخش كده على ادفانسد وبعد كده هننزل تحت كده ونشوف الماكس ريت بتاعنا كام ميجا فلنلاحظوا هنا بعد الوقتي ان الراوتر التيبي لينك ده اداني كفاءة للخط الارضي اعلى من الراوتر الهواوي الاتشي جي ستمائة وثلاثين بتاع شركة وي وكده يتضح لنا النظرية ان اختلاف نوع الراوتر بيختلف معا كفاءة الخط الارضي هو قال فرق مش كبير بس ممكن حد يبقى محتاج الفرق ده يعني فرق سبعة وعشرين ميجا في الراوتر اللي هناك وهنا اربعة وثلاثين ميجا يعني فرق سبعة ميجا تقريبا زيادة الخط يقدر يتحملهم في الابلود الفرق مش كبير قوي يعني فرق بسيط جدا طيب عايزين بقى نختبار البنج دلوقتي عايزين كده نشوف البنج هيبقى كام على الراوتر ده يعني لو تفتكروا كده البنج على الراوتر التاني كان بيتراوح بين الستين والواحد وستين هني كده نشوف البنج هنا فزي ما انتم شايفين كده نفس البنج برضو ستين واحد وستين كده اول واحدة فيعني نلاحظ ان يعتبر مفيش فرق في البنج بين الراوترات زي ما شفتوا كده الراوتر التيبي لينك الVR 300 يديني جودة احسن على نفس الخط الارضي والبنج يعتبر مفيش فرق بين الراوترين طيب هل بقى فرق السرعة ده يستدعي ان انا اروح اشتري راوتر بـ 800 جنيه واسيب الراوتر القديم بتاعي علشان فرق خمسة ستة ميجا زيادة انا بصراحة عن نفسي شايف ان هي مش مستهلة ان انا اروح اشتري راوتر بـ 800 جنيه علشان بس فرق ستة ميجا او سبع ميجا زيادة ولكن لو انا بقى محتاج المميزات الكتير جدا اللي موجودة في راوتر تيبي لينك VR 300 اللي احنا كلمنا عليها في فيديو الريفيو التاع او الانسيب تركه في التسكير بيشان تحت الفيديو او في الحالة دي انا ممكن اشتريه علشان المميزات ولكن فرق السبع ميجا الزيادة ديت لأ بالنسبة لي انا مش تفرق معي ولكن برضو ممكن تفرق مع ناس كتير في ناس فعلا محتاجة السبع ميجا دي فالقرار يرجع ليك انتو وطبعا اي تجربة انتو محتاجينها لها علاقة بالانترنت اكتبونا في الكومنتس واحنا هنعمل التجربة دي فورا وكده احنا خلصنا ما تنسوش براءة والفيديو عجابك وتعملوا لايك للفيديو وتنزيروا وتشتركوا في القناة والت ان يوصلكوا كل جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والى اللقاء في فيديو جديد السلام